طيب الآن سؤال عن ابنها ابنها يبلغ من العمر 15 سنة وقالت لك لم يتبين للأمر هل يصوم أو لا أو غير ذلك وهذا سؤال يرود الأمهات كثيرا خاصة لأبنائهم يبلغوا سن 14 و 16 سنة هل يجب في حقهم الصوم؟ يجب في حقهم الصوم إذا كان ظهرت عليهم علامة من علامات البلوغ إذا ظهرت علامة من علامات البلوغ سواء على الأبناء أو على البنات فمن واجب الوالدين توجيه وأمر هؤلاء الأولاد بأداء فرضة الصيام لهذا دور الوالدين الوالدين يرافقون ويرافقان الوالدين يرافقان الأولاد ما وش فقط في الأمور الأخرى الطربوي ولكن حتى في أمر الصيام في أمر العبادات في الصلاة في الصيام وفي سائر العبادات فإذا كان ربما هذا الطفل ربما يستهين بفرضة الصيام هنا يأتي دور الوالدين دور الأسرة باش تزرع حب هذه الفريضة حب الطاعات عموما في قلب هؤلاء الصغار فيطرع رعون بهذه الطريقة بهذه الطريقة فهذا واجب الوالدين ربما إذا كان هما فطروا لكذا ما قلته عنكي أقوله عن الولد أيضا تنقره له يعني تقول بلي هذا صيام هذا واجب هذا فرض كذا 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 وإذا كان مقدرش كما قلت أعتقد سمعت كلمة امتحانات الآن قاعد في الامتحانات يفطر فإذا كان ليس قادرا هو يجيب النية يبيت النية ولكن إذا شق عليه ذلك فالحرج عنه مرفوع ما نقوله عن الصغار نقوله عن الكبار ربما إذا كان واحد يعمل أعمال شاقة كما قرر الفقهاء ليعمل أعمال شاقة يبيت النية ولكن إذا كان لم يستطع أن يكمل يومه فلا حرج عليه أن يفطر نعود مرة أخرى ربنا يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج المهم نية انتهاك حرمة رمضان غائبة غير موجودة ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها